السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكثيرين لبس عليكم أتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل الأحوال يا ربي اليوم ان شاء الله كيفما تشوفوا سوف ندري معكم التوم ببودر وندوزوا للطريقة على بركة الله انتم كيفما تشوفوا نحاول 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 لها القشرة البيضة ولكن سوف نحاولها بالقشرة الحمرة نحاولها للغلافة ونبقى ندقوا فيها انا عندي هذه الحديدة دقيتها بها انتم تقدروا تديروا ويد المهراج تديروا اي حاجة باش تدقوها نرى عندي واحد كمية كتيرة دي التوم وغادي عا تبقى تضيع لي حتى لا درتها كنديرها في المجمد هكا ما كانتبقاش زوينة كتخسر ذاك شي علشانة من الأفضل أنني كنديرها ببودر وكتبقى ليها مدة طويلة خليكم معايا غا نوريكم حتى الطريقة الاحتفاظ ديالها ان شاء الله كان بقى ندقوا فيها بحلقة مستمرين حتى ننسى لي وقع الكمية اللي عندنا ان شاء الله خليكم معايا حتى نهايات الفيديو ان شاء الله باش شوفوا التتمة ان شاء الله وهاي بعد مسارية الكمية قاة اللي عندي نسى اللي عندي انا قلعتها الصحدة بس صيف ما كنت اخطش وقت كتير داتيها تقرب من المدة 1-5 يام وإلى ما كرماتش لكم في كلحة البارد اتدخلوا الفران مني طيبوا الخفز وطفيوا الفران اتدخلوا هالي وهاي بعد ما كرمات اللي را كرمات مزيان انا هيرف في الشمس غادي نطحنها في هذا الطحانة وانتو ما كيف ما كتشوفوا راني كنخليها بالقشور ديال انا غا نطحنها في هذا الطحانة حاولو نطحنها مزيان اللي ما عندوش هذا الطحانة يقدر يديرها اي يرفيم هراز تقليدي عادي يضقها مزيان وانتو ما كيف ما غادي تشوفو انا بذن ما غادي تطحليها غادي نجيب واحد الاناء وغا نجيب واحد الصفاية عندي هادي ولا غربال ولا اي حاجة عندكم انا كيف ما كنقول لكم اقضيوا باي حاجة هاكينة عندكم كننغرب لها هنغرب لها انتم ما غا تشوفو خليل عادة كلي شوية غليل هادة تهورة ما غاديش اللوحو غا نحتافظ به بشوفو نيش نو غادي رفيه في الاخر غا نعود معاكم واحدة اخرى غا نبقى ندقيها غا نبقى مستة مرة هكا نطحنو فيها احنا كنطحنوهم زيان اللي طحنتو غادي نغرب له كيف ما اللول نحاو حتى هادي غادي نغرب لها نحاو نجيب شي معلقة بحلكة نحركها باش تغرب الليا وصافي غا نبقى مستمرة حتى نساليق على الكمية اللي عندي ان شاء الله نساليق على الكمية ونطلاقها ان شاء الله انتو كيف ما كتشوفو تغرب ها هو ديك اللي بقى اللي نبقى لنا بعد مسالية الكمية اللي عندي راني ما ضيعت شها دكش اللي كنت نغربل انتم ما تشوفوها هو غنعود نطحنه باش ما نضيع حتى شي حاجة وها التوم ديانه كلها تطحنت وهاد الباقية اللي بقاولية حتى هو غادي رجعنا دكش اللي غربلت غادي رجع نطحنه كيف ما قلت لكم ما نضيع حتى شي حاجة وراك هتعطي واحد الكمية اللي كتير نحاول نطحنه مزيان سوفي بعد ما الطحن غنزيدو على دك ديك البودرة التوم اللي عندي ولكن شي اما طاوة الطحن مزيان ما غادش نغربلو دابا ما متشي حاجة غنزيدو ديريكس على دك التوم اللي طحنت وهانا ده بسارية الكمية قال لي عندي كيف ما كتشوفو هاي كيف كتجي كتجي رائع وكتجي زوينة احسن من اللي كتبع لبرة والله صدقوني مني غادي تجربوها ما تستغنوش عليها ما تلقوش روا ديك اخرى آآ غنوريك من طريقة دي الاحتفاظ اللي باش كنحتافظ بها كنديرها في شعولة بحلكة حاولو الدره في شعولة بصغر قسموها ندير بحلكة في علبة وكنجيب بنغطيها ندير هاي احنا نغطيها مزيان ندير لها الغلاقة ديالا وغنجيب الفيلم اليمونتال وغن نحاول نغلفها مزيان بهاد الطريقة مني كندير لي هات الطريقة راني كنخليها في المجمد راقة تبقى لي حتى المدة 6 شهر المهم من الوقت اللي بغيتوها كتجبدوها ما كيوقع لها تشي حاجة وهديك اللي بقت لي غن نديرها في شي شي حاجة شي قريعة دجاج وغنبقى نخدم بها حتى مني تسالي لي غنجيبت هديك لي في المجمد ونتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم و الى فيديو قادم ان شاء الله